هذا وقد أجرت كاميرا التلفزيون المصري لقاءة مع عدد من الطلاب من أوائل السنويات العامة بالمحافظة حيث أهرب الطلاب عن شكرهم لدعم أولياء أمورهم كما أشادوا بالمنظومة التعليمية في مصر كنت دايما بحاول في مذكرتي طول اليوم بحاول أخصص جزء نفسي وأخلصه على آخر اليوم دعم أهلي وزميلي ومدرسيني كان بالنسبة لي دافع كبير طول السنة كنت بذكر يعني الجزء اللي أنا أخدته كشرح مثلا في الدرس في اليوم أحاولنا أنا أروح أخلصه كله وكنت بقسم وقتي اللي هو على حسب كل مادة لأن مش كل مادة طبعا بتاخد نفس الوقت في المذكرة فكنت بكل مادة بخصص لها وقت معين على قد ما تاخد يعني والحمد لله ربنا كرمني الحمد لله يا عم كنت شمت توقع على الجمهورية كنت توقع على المدرسة بس الوزير اتصل على ماما الحمد لله وبعدين جم كلهم قالوا لي الحمد لله وكنت بسدقة في الأول بس بعد شوية استوعبت بقى قلت الحمد لله وسأجدت شكر بحبهم جدا الحمد لله ويرفوا جنبي كتير جدا هما لو موقفش جنبي كان ممكن يحصل حاجة تانية وخالص بقى كنت في آخر شهرين في حصل دروب فهم لو مكنش تقوني كده وتوفير ربنا طبعا الحمد لله رحلتنا في استيم كانت كويسة جدا واستفدنا منها تجارب كتير ورهيبة وبانت شخصيتي اللي انا متأكد انها مكنش هتتبني في اي مكان تاني وبأي مجهود تاني فطبعا نشكر الله اولا ثم نشكر القائمين على العمل الجميل ده واللي ادخل اصلا المدرسة في النصام المصري والحمد لله ان انا هشكر طبعا والدي والدتي واخواتي ان هما دعموني ماديا ومعنويا وفو جنبي في كل حاجة وما كانواش بيبخالوا علي باي حاجة بتعب وصهر وكل حاجة وكانوا بيوفروا لي كل سبل الراحة الحمد لله الحمد لله اللي وفقنا اننا نوصل للبوينت دي حاجة ما كنتش أتخيلها من اول السنة ولا حتى بعد الامتحانات نحمده سبحانه وتعالى ونشكره طبعا احب اشكر ناس كتير على رأسهم طبعا والدي والدتي ربنا يخليهم ويبرك في عمرهم يعني الحمد لله ربنا وهبني ابو وام قادرين ان هما هيقولي الجو المناسب اننا زاكري الحمد لله ما كانش فيه اي ضغط من ناحيتهم عادة السنة كانت زي الفود الحمد لله بوجودهم حواليا احب اشكر اخواتي والمدرسين حمد لله بوجودهم حواليا